السلام عليكم كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير انتموا والأحباب ديالكم اليوم ان شاء الله سنتقسم معكم خبيزة العيد من السمين من فشفشين ساهلين وسريعين كي تحضروا في وقت قياسي ناجحين مليون بالمئة كنتمنى ان شاء الله انكم تبعهم معي تعرفوا على المكونات وطريقة التحضير فبسم الله وعلى بركة الله فإناء سنوضعوا جز ليف ديال الماء إذا عبرتم بالكاس ستضعوا ربعا ديالكوس ديال الماء إذا بغيتوا ربعا ديال الخفزات ستضعوا غير زلفة ديال الماء وإذا بغيتوا تمانية ربعا ثمانية ��요ل قياس اللي نعطيكم كيخرج ثمانية ديالو جز ليف يعني نفس القياس على جز ليف ديال ماء سنوضع جز ملعقة صغير ديال الخاميرة إذا عبرتم بالملعقة الكبيرة ستضعوا ملعقة كبيرة وسنعبرتم بالغرم ستضعوا تضعوا عشرة غرام سنوضع أيضا جز ملاقص غور ديال العسل إذا كانت ملعقة كبيرة ستضع ملعقة واحدة سنوضع السميد الناعم أو الفينو إذا عبرتوا بالكاس ستضع جوش كؤوس المجموع 220 غرام سنخلط الماء الدافئ مع الخميرة والعسل والفينو خلط بالخلط اليدوي بطبيعة الحال إذا عندكم العجنة ممكن تخلطوا بها أو تعجنوا بها سنضع الخبيز بالنفاح والحلاوة والزنجلان كمية شوية شوية لا تكتروا بزاف لأنه لا يوجد قريصات لدينا خبز غير هكا نضيفه سنخلطه جيدا ثم سنضيفه الدقيق الدقيق سنضيفه شيئا فشيئا تدريجيا في الأول سنخلط بالخلط اليدوي ومن بعد ان شاء الله سنكمل باليد ونبدأ في ضئ الزلافة الأول دقيق سنضيف الزلافة الأولى الدقيق سنضيف الملح ملعقة صغيرة نضيف الزلافة الثالثة تدريجيا نضيف الزلافة قرب اربع نضيف الزلافة نضيف الزلافة نغطي الزيت ونغطي الزيت نغطي الزيت نغطي بسلوفان نغطي بمنديل نغطي الزيت نغطي الزيت نغطي الزيت المدى على حسب الجو نغطي الزيت لن يرغب السفنج نغطي الزيت نغطي الزيت نغطي الزيت ثم نضع فوق سطح العمل و نضعه كي نخوي منه جيدا الهواء و نضع العجين في الأول و نفرغه منه الهواء يصبح واحد العجين رائع جدا و ينتسك باليد فمزيان كي نخفيف الخبزة سوف نضعه بالزيت أو بالماء و سوف نقسم الخبزة في الأول نقسم العجين و من بعد نضعه نضعه في هذا الشكل دهنها بالزيت الخبزة و نضعه من الاختيار و نضعه مقبار أو صغر و العجين قسمته على 8 كوائرات و نضعه فيه السميد الناعيم نفس السميد الذي نضعه في العجين يمكن أن تضعه السميدة خاصة بالحرشة و البسبوسة عندكم الاختيار و ما تريد سميدة مزين الخرصة سوف نضعه في زلف الماء و نضعه فيه ربع كأس من الحليب سوف نضعه فيه ربع كأس من الحليب سوف نزيد معلقة اللاسل معلقة اللي هي كبيرة و سوف نخلط بشكل جيد و من بعد مباشرة سوف نضعه في الخبز و نضعه في الخريط الماء مع الحليب و العسل و من بعد نضعه في الخريط السميد الناعيم أو نضعه في السميد الناعيم و نضعه في الصينية نضيفه لنفرش الورق و لا يكون نفرش الورق فلا ينفرش الورق لان ينفرش الورق بشكل جيد في الفينو او في السميد الناعم جدا نضيفه في الصينية و نستمر بالنفس كيفية ندوز الخبيزة في الماء مع الحليب و العسل و الماء أحسن لا يكون بارد يكون دافئ نضيفه في الصينية و يكونون بعدين اذا كانت لديكم الصينية صغيرة فلنفرش الورق و اخرى فلنفرش الورق و اذا كانت لديكم الصينية كبيرة فلنفرش الورق لا يكونوا مزحمين لكي لا يلتسكوا الورق سنستمر بالنفس كيفية حتى نكمل ان شاء الله لديهم مباشرة مباشرة نضغط على الخبيزة غير واحد لا يريد أن يرقق فإذا أرقق الخبيزة فضغطوا عليهم بشكل جيد اذا أرقق الخبيزة نضغط على مباشرة و اشتركوا نضغط على المناسبة لديهم اشتركوا و اشتركوا خبز اشتركوا بشكل جيد اشتركوا شرطوا ثم نغطيه بمنديل و اضعف الحجم بهذا الشكل ثم نأخذ زليفة فيها الماء نشعل الفران على درجة 210 حتى يسخون جيدا و ندخل الخبيزة الفران في الأول يكون مشعل غير من الأسفل حتى يتحمر من الأسفل كذلك الفران الغازي ستشعله من الأسفل نار المجهدة حتى يسخون الفران جيدا و تدخل الخبيزة حتى يتحمره من الأسفل و من بعد تحبطوه من الأول يتحمره من على الوجه فهكا عندي النار مشعله غير من الأسفل زليفة الماء تبقى في المكان نجعل الخبز يطيب حتى يتحمر من الأسفل ثم نشعله من الفوق و نبدأ و ندوره في الخبيزة حتى يشدوا لنا واحد اللون لذهابي فكيطيبه بسرعة تقريبا في ربع ساعة سوف يكونوا تحمره من الأسفل لأن الفران يكون مسخن من قبل و درجة الحرارة تكون عالية لذهاب الخبز يطيب بسرعة و يكون في القرمشة و هذا هو كذلك دور الماء اللي نعمله يجعل الخبز يجي مقرمش و زوين فالخبيزة دينا من بعد ما خرجناهم من الفران يكونوا بهذا الشكل هذا واحد الرائحة ديال الخبز رائعة جدا 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 كنتمنى ان شاء الله انه يكون واضح لكم فقدينقسم معاكم الخبيزات باش تشوفوهم كيفاش كيجوا من الداخل فكيجوا كلهم خفافين و خدشوفوهم هكا يا غللدين خفافين و مفشوشين من الداخل و الفق ديالهم كيجي مقرمش و مزيون و الرائحة بلما نقول لكم بالخصوص انهم من السم فبهذا الشكل هذا كيجوا الخبيزة دينا من داخل كنتمنى ان شاء الله انهم يكونوا واضح لكم كنتمنى لكم دائما و ابدا كل ما هو جميل و دوام الصحة و العافية لكم و لحببكم و لكل ما نعزيزه و غالي على قلبكم على قلبكم اعواشركم مباركة مسعودة الدخول عليكم بالصحة والسلامة و بكل ما كنتمنوا دمتم في امان الله و حفظه مع السلامة اشتركوا في القناة